اهلا بكم انهار ده هنشرح درس جديد اسمه الساعة. الساعة اي هي؟ بيقول لنا هي حجم فراغ الدخيل لأي دسم جاوف. مثلا احنا عندنا كوباية فضية الفراغ اللي فيها ده احنا واحنا جبنا حجمه يبقى هو ده الساعة. ساعة اناء هو حجم الساعة اللي يبقى اناء. مثلا الكوباية مليانة منها في ساعة اناء ازاي؟ بنحسب حجم المياه اللي في كوباية. ماهيه واحدات قريس الساعة. عندنا كزا واحدات قريس الساعة. اول حالة لاخ�ها الليت. الليتر ده ايه؟ وهو عبارة عن 1 دسمم متر مكعب. طيب يعني ابعضي 1 دسمم متر مكعب. يعني ألف سنتمتر مكعب. يبقى الليتر ويسوي 1 دسمم متر مكعب يسوي ألف سنتم متر مكعب. طيب. في ضيب خاطر لدنا حاجة اختانية اسمها مليمتر. مليمتر ده بيسوي كم؟ يسوي 1 سنتمتر مكعب. طب احنا نسألين ان اللتر بيساوي الف سنتمتر مكعب والملي متر يساوي واحد سنتمتر مكعب يبقى اللتر بيساوي الف ملي لتر ده شكل لوحدات قياس الساعة عشان نعرف نحول من وحدة للتانية نعمل ايه عندنا اكبر وحدة خالص اللي هي متر المكعب يعني هنا هو اغزر وحداتها هاي تحت السلم كل ما نطلع فوق نقسم على الف وكل ما نزل درجة نضغر في الف ناخد مثال على التحويلات اللي احنا نسألينها للوقتي اول حاج بيقول لنا 6.5 ديسيمتر مكعب يساوي كام ملي لتر التانية 7600 سنتمتر مكعب يساوي كام لتر اول واحدة هنحول ازاي هنقول اللتر احنا نسألينه فيه 1 ديسيمتر مكعب طيب اللتر ليسألينه هو 1000 ملي لتر طيب يبقى كده الواحد ديسيمتر عشانه بيساوي اللتر يبقى ب1000 ملي لتر التانية واحدة هنحول من 7600 سنتمتر مكعب لليتر هنعمل ايه هنقسم احنا قلنا عشان نطلع الدرجة بتاع السلم الفوق نقسم فنقسم 7600 على 1000 هيطلع لنا 7.8 لتر مثال اثنين اوجد السعب اللتر لملء حوض مكعب طول حرفه 40 سنتمتر احنا قلنا لما يجبدينا مثلا طول حرف مكعب او اطوال مستواز المستواصلات لازم نجيب الحجم بتاعه فنبدأ بحجم المكعب بيقولنا طول حرف نفسه اللي احنا خدنا الدرس اللي فات نضرب طول حرف الو 40 ف40 ف40 يساوي 64000 سنتمتر مكعب هو عايزها بالليتر فعشان نحول من سع من سنتمتر مكعب اللتر لازم نقسم منعلى الف عشان نطلع الدرجة الفوق نتاع السلم والسعب اللتر هتساوي 64000 على الف يطلع لناها 65000 اللي هو حجم الحوض بالليتر وكلا نكون خلصنا الدرس وتضي مراجعة عليه اول حاجة خلناها كانت الساعة تعرفها هي حجم الفراغ الداخلي لاي اقناق مجوف وحدة قراصها كان اللتر وده بيسبب واحد ديسمتر مكعب وواحد ديسمتر مكعب بيسبب ألف سنتمتر مكعب والألف سنتمتر مكعب بيسبب ألف ملي لتر دي اسئلة على الدرس اول حاجة بيقول حول الى ديسمتر مكعب كل مما يأتي 1 3 3 2 400 سنتمتر مكعب 3 5 متر مكعب السؤال الثاني اوجد السعب اللتر لانه على شكل متوازي مستطيلات ابعاده 35 و 12 و 10 سنتمتر ومعنى فهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة